هذا سائل يقول عندنا دكتور في الجامعة ينكر وجود النسخ في القرآن وينكر كيد النساء وينكر النفس الأمارة بالسوء ويقول هذه حكايات حكاها الله وليس إخبارا من الله سبحانه ما توجيهكم هذا المدرس معروف يعني في جامعاتنا إن كانوا في جامعاتنا لازم يكتب عنه يكتب عنه إلى مدير التعليم مدير التعليم يتخذ معه ما يلزم أما إن كانوا في جامعات ليست في بلادنا هؤلاء يرجع إلى المسؤولين هناك يبلغون بذلك أحسن الله إليكم فضيلة الشيخة أما إن كان عندنا فلا يجوز يترك في الجامعة ويدرس أولاد المسلمين نعم